المقصود بأن D-Menu تستخدم كأداة إنتاجية هو أنه يكون في عندي سكريب بتقوم بوظيفة معينة وهي السكريب تطلب أني اختار واحد من عدة خيارات متاحة على سبيل المثال لنقول أنه بدي أستخدم D-Menu لحتى تطلع عندي قائمة بتسمح لي إما بعمل restart أو بإني أدخل وضع الثبات أو إني أعمل إيقاف تشغيل للكمبيوتر أو لنقول أنه بدي أستخدمها لحتى أفتح Firefox أو المتصفح مع واحد من البروفايلات اللي أنا عاملها لنقول أنه في عندي بروفايل للعمل وبروفايل تاني فبدي D-Menu تسمح لي إني أختار البروفايل اللي بديها هات كان الشق التاني من عنوان الفيديو أما الشق الأول من العنوان اللي هو موجه بشكل أساسي لإني أستخدم نفس السكريبت سواء كنت موجود على X.org أو X.11 سواء كنت عمالي أستخدم D-Menu ولا روفي أو إذا كنت على ويلان عمالي أستخدم ووفي عمالي أستخدم فازل فالفكرة الأساسية أنه يكون في عندي سكريبت واحدة يعني ما روح إني أكتب سكريبت للD-Menu، سكريبت للروفي، سكريبت للوفي، سكريبت للفازل أنا رح يكون في عندي سكريبت واحدة بقسم من هاي السكريبت رح يكون في عندي عملية التأكد أو اختبار أنا على أي ديسبلي سيرفر موجود والقسم الثاني هو الكومنتز اللي بدي أقوم فيها هلا اليوم رح نحكي على D-Menu ورح نحكي على فازل واحد منهم للX11 والتاني للويلاند أنا اخترت الفازل على ويلاند لأنه هو برنامج بسيط وما بده لعملية كومبيليشن ولا أي شيء تاني بس بدك تستخدم الوفي استخدمه، بدك تستخدم نسخة الروفي المخصصة لويلاند استخدمها بدك تستخدم البي مانيو كمان استخدمها بس أنا الفكرة الأساسية هي كيف رح نقوم بعملية التحقق من الديسبلي سيرفر اللي عنا وكيف رح نكتب السكريبت وكيف رح نستخدم هاي اللانشرز مع السكريبت اللي بدي إياها فهلأ رح نستعرض مثال أنه لنقول أنه أنا بدي مثل ما حكيت بالبداية يكون في عندي منيو تسمح لي إما بعمل إعادة تشغيل أو إيقاف تشغيل أو الدخول لوضع السبات فهلأ خلينا أول شيء نكتب السكريبت نختبرها سواء كنا على X11 ولا على ويلاند بغض النظر عن الويندو مانيجر أو الكمبوزيتر اللي عمالي استخدمه ما بهمني شو عمالي استخدم المهم أنه يكون في عندي نفس السكريبت وبعد ما اختبرها أنه اشتغلت بشكل صح لحتى ما افتح الترمينال كل مرة رح أعمل لها كي بايندينج لحتى استخدمها بالويندو مانيجر اللي عندي فهلأ أنا موجود بالhome directory بغض النظر عن المسار اللي أنت موجود فيه رح نبتدي بإنشاء اللي سكريبت فطبعا أنا رح أستخدم الفيم بدك تستخدم أي برنامج تاني استخدمه فرح نقل له رح سميها shutdown.sh طبعا بداية أي سكريبت لازم يكون في عندي الشيبانك اللي رح تكون بين باش أنا بدي إياها سكريبت باش هاد القسم الأول طيب القسم الأول من السكريبت مثل ما حكيت اللي هو أني أتأكد هل أنا موجود على ويلاند ولا على x11 فلا هاد الشي رح نستخدم if statement لحتى يعني رح يكون في عندي condition ضمن هاد ال condition رح يكون في عندي environment variable هاد موجود على كل أنظمة linux اللي رح يحدد شو هو display server اللي عندي فرح يكون في عندي القسم الأول مثل ما حكيت رح ابتديها بif ورح يكون في عندي قوسين مربعين بعدين رح يكون في عندي فاصلة منقوطة then هلا هاد القسم رح نعبيه بعد لحظات هاد بدي اختبر الشرط الأول وإلا فرح قل له e-l-e-f كمان قوسين مربعين then وبعدين بالنهاية رح نقل له fe اللي هي رح أطلع من حلقة أو من شرط if هلا كيف رح نعبي هاي الفراغات رح نرجع لها بعد شوي بس خلينا نكمل مع المحتوى الفعلي للسكريبت اللي عندي طيب هلا أنا لحتى شوف كيف بعمل عملية بايبنج للدي مينيو مع اي كومنت تاني خليني اطلع من السكريبت للحظات ونجي للتيرمينال أنا لنقول انه بدي اعمل أمر echo وهاد ال echo بدي ابعته لld menu فرح نقل له echo رح قل له dash e هاد الفلاغ بس لحتى يكون في عندي إمكانية انه يكون في عندي escape characters خاص بال echo وبدي اطبع كلمة hello world او جملة hello world بحيث انه ال hello تكون قسم وال word تكون قسم تاني او سطر اول وصطر تاني بس وقت اللي رح ابعتها لld menu رح تصير ال hello متحول اول وال word متحول تاني اللي هنين السطرين فرح نقل له dash e متل ما حكيت رح قل له hello رح قل له backslash n اللي هي ال new line ورح نقل له ال word طيب هاي الجملة اذا طبعتها على حالها رح شوف انه طلعت عندي ال hello بالسطر الاول وال word بالسطر التاني هلأ بدي اعمل لها عملية ال piping لld menu فرح نقل له رح نحط له اشارة ال pipe اللي هي الخط الواقف وبدي مرقها لld menu هلأ خلينا ننسى ال auto completion اللي طالع عندي انا اذا ما عطيته اي options رح شوف انه طلع عندي بأعلى الشاشة عندي ال hello هي مدخل اول وال word المدخل التاني هاي هي الطريقة اللي بدي نفذها بالسكريبت اللي عندي فرح ارشع للسكريبت وهلأ مثل ما حكيت بدي اعمل بدي يكون في عندي خيار لاني اعمل اعادة تشغيل خيار لاني اعمل ايقاف تشغيل وخيار لاني اعمل suspend فرح حط عبارة عن مصفوفة فيها هال options اللي ثلاثة المصفوفة رح سميها الاسم اللي بديها فانا رح سميها actions وبعدين رح قل له يساوي وضمن قوسين رح حط هال options اللي ثلاثة اللي كانت اللي كانت ال suspend لنقول وكان في عندي ال restart وكان في عندي ال shutdown هلأ هدول عبارة عن options وليس ال comments اللي بدي استخدمها بس لازم يكون في عندي options معروفة شو هي هلأ هدول بعدين بدي استخدمهم وعطيهم ال comment الخاصة بكل واحد فيهم بس قبل ما اني اوصل لاني احط ال comment لازم اني وديهم لل d menu او اعمل عملية الايكو فعليا او ال print ال print f هلا انا رح استخدم ال print f بس اذا بدك تستخدم الايكو فكمان ممكن انك تستخدمها فرح نقول له بدي حط اي اسم لهذا المتحول فأنا رح سميه selected اللي رح يكون واحد من الخيارات او ال actions اللي موجودة فوق يساوي وباعتبار انه في عندي comment بعدها رح يبتدي ب dollar sign ورايح يكون في عندي القوسين ضمن القوسين رح حط ال print f او الايكو فأنا رح قل له print f ولحتى يكون قادر انه ياخد ال options او ال actions ال variables من السطر اللي قبله فرح قل له ضمن quotations رح قل له dollars رح قل له النسبة المئوية s و backslash n هلا بعدها بدي عرف المصفوفة او الليستة اللي فوق فرح نقل له ضمن double quotation رح قل له dollar sign وراح افتح قوس الاقواس المنحنية وراح نقل له اسم المصفوفة اللي كانت عندي فوق اللي هي actions هلا ضمن قوسين مربعين رح قل له علامة ال at لحتى ياخد option او اي متحول من المتحولات اللي موجودة بالمصفوفة اللي فوق بعدها هاي اذا عملتها بهذا الشكل رح يطبع لي باستخدام print f options اللي ثلاثة او المتحولات اللي ثلاثة اللي موجودة عندي بعدها بدي اعمل عملية piping مثل ما شفنا من اللحظات فرح نقل له pipe رح قل له بدي استخدم d menu ولا بدي استخدم الفوزل انا لسه حاليا ما بعرف شو اللي بدي استخدمه هلا لو كنت بدي استخدم d menu رح يكون في عندي d menu بحالتها الطبيعية وبعدين رح اعطيها شوية فلاجات بس لحتى يكون في عندي يعني المظهر العام او المظهر القائمة يطلع بالمكان اللي بدي ياه بالخط اللي بدي ياه بالعرض اللي بدي ياه اذا كان بدي يكون في عندي prompt طبعا نرجع للفيديو اللي عملنا عن d menu لحتى نشوف كيف نستخدم هاي options فلنقول انه انا رح قل له dash i لحتى يكون عندي insensitive case يعني اذا كتبت capital او lower case ما رح يميز بيناتهم وبعدين رح قل له انه يكون في عندي prompt ياخدها او تطلع عندي ببداية السطر فرح قل له dash p وشو بدي قل له رح قل له options هلا ال dash p انت بتتحكم في هات في حال كنت بدي استخدم d menu طيب لو كنت بدي استخدم الفوزل الفوزل اللي بيجعل مميز والروفي كمان انه في عندي option بيخلي يتصرف كأنه d menu فانا رح قل له فوزل ورح قل له dash d هو اللي بيخلي يتصرف كأنه d menu بعدين رح قل له dash p نفس مثل ما شفنا b d menu كمان رح قل له options طيب انا ما بدي يكون عندي هدول السطرين موجودين بهذا القسم هدول السطرين اللي بدي اختار واحد منهم بالاعتماد على display server اللي عندي فرح امسح هون من هون ورح نرجع لقسم ال if اللي حطيته بالبداية فرح نجي ال if الاولى هلأ رح ال ويلاند وال if التانية else if بدي اها لل x11 انا اخترتهم بهذا الشكل مو ضروري يكونوا بهذا الترتيب فمتل ما حكيت ال if الاولى ال ويلاند رح قل له رح حط متحول جديد رح سميه لنقول selection رح نقل له يساوي وضمن quotation mark او double quotation رح قل له الفزل dash d و dash p options نقط هاد بحالة ال ويلاند رح نجي لحالة ال x11 وكمان رح يكون في عندي نفس المتحول ما رح غير اسمه لازم يكون نفس المتحول فرح نقل له sell يساوي وبدل الفزل رح قل له d menu dash i dash p options طيب خلينا نعبي الأقواص المربعة اللي هي عملية التحقق من display server اللي عندي فرح نجي لضمن الأقواص المربعة بعد القوس الفتح وقبل قوس الإغلاق لازم يكون في عندي space إذا ما حطيت space ال script رح تعطيني error فرح نحط له space ورح افتح quotations mark ورح قل له dollar sign واسم environment variable اللي رح يقوم بعملية التحقق هاد رح يكون واحد لل two display servers رح يكون xdg underscore session underscore type رح سكر القوتيشن بعدين space يساوي يساوي space ثاني رح افتح قوتيشن ورح قل له شو هو display server اللي عندي فالأول رح يكون الويلاند ولا ننسى انحط ال space بالنهاية القسم الثاني ال else if رح يكون في عندي نفس الكلام فرح انسخ هاد الكلام رح اجي لهون اعمل له عملية space لا ننسى ال space وبدل الويلاند رح استبدالها ب x11 هاي هي عملية التحقق اللي انا بدي اعملها هلأ وقت اللي بطلع من السيشن اللي انا موجود فيه سواء كان x11 ولا ويلاند وبدخل للتاني رح اتم عملية التحقق خلصنا من عملية التحقق وخلصنا اه طيب خلصنا من عملية التحقق هلأ رح اجي لل variable اللي سميته sell ورح حطه وين رح حطه بعد pipe اللي حطيتها ب selected فرح قل له dollar sign sell ولا ننسى ما بثها هاي اي space ات فبهذا الشكل رح يكون في عندي نحن تقريبا خلصنا هلأ اللي ضل عندي اني حط ال comments اللي بدي استخدمها مع كل واحد من يكون في عندك حسب معرفتك بالباش او حسب خبرتك بالسكريبتينج ممكن انك تستخدم if else if else if ممكن انك تستخدم case statement ممكن انك تستخدم الطريقة اللي بدك ياها لحتى تقول له اذا كان في عندي suspend عميل هيك اذا كان في عندي restart عميل هيك ولا اذا كان في عندي shutdown عميل هيك هلأ انا باعتبار انه بالقسم الاول استخدمت الف فرح نستخدم case statement فرح نجي خلينا نقل له case شو هي الكيس اللي بدي اختارها رح يكون dollar sign selected اللي حطيتها بالخيار الاول ورح قل له in رح ايجي لسطر جديد ورح نقل له اول شي ال suspend ورح نحط قوس واحد بعد القوس رح حط command اللي بدها تصير عندي هلا بحالة suspend هاد الكلام رح غير بعض لحظات وهلا بحكي ليش بس في حال كنت بدي اعمل suspend رح اقل له system ctl طبعا هاد بيشتغل مع system d اذا كان في عندك اي نظام ما بيستخدم system d فرح يكون في عندي command مختلفة تماما فبح حالة system دي رح حتى اعمل suspend رح يكون في عندي system d system ctl suspend ولا ننسى ضروري جدا بالcase statement انه بعد ما اخلص من command لازم يكون في عندي فاصل منقوطات بدون الفواصل المنقوطة رح يعطيني error طيب هاد كان الكيس الاولى الكيس التانية اللي هي restart كمان رح نحط القوس وشو هو command اللي بدني نفزه لحتى يعمل restart اما رح قل له system ctl restart هاي تشتغل او رح قل له restart او رح قل له reboot كمان تشتغل خليها system ctl restart ورح نيجي لالكيس الاخيرة لا الكيس ما قبل الاخيرة اللي هي ال shutdown كمان القوس لحتى اعمل shut down رح يكون في عندي shut down dash h dash hold وnow لحتى يعمل ايقاف تشغيل بشكل مباشر طيب شو هي الكيس الاخيرة اذا ما كان في عندي ولا واحد من هدول ال options ممكن انه يعمل لي اي شي تاني فرح نقول اذا ما كان في عندي اللي هي النجمة اذا ما اخترت اي خيار من الخيارات القديمة اطلع من من السكريبت ورجع لي ولا شي فرح نقول exit 00 وبعدين فاصلة منقوطة فاصلة منقوطة ولحتى اختم الكيس statement رح اكتب case ولكن معكوسة اذا رح اكتب es ac اللي هي case بالعكس لحتى يطلع من الكيس statement بهذا الشكل السكريبت رح تشتغل بشكل صح طيب لنقول انه انا ما كنت بدي حط السطر الاخير اللي اذا ما في عندي ولا خيار اطلع من الكيس بدي استبدلها بشكل تاني فرح احزف هاد السطر ورح ايجي قبل ما ابتدي بال case statement رح حط شرط تاني condition تاني اللي هو الif مرة تانية وكمان قوس مربع قوس مربع رح نقل فاصلة منقوطة then ولا ننسى بالنهاية لازم يكون في عندي الif اي اللي هي تسكير حلقة او شرط الif ضمن القوسين المربعين رح قل علامة تعجب space dash z وبعدين رح قل الدولار sign selected شو معنا هاد الكلام علامة التعجب معناها العكز يعني اذا كان الoperator اللي جاي بعدها true فعلامة التعجب معناها حول لي اياها لfalse و dash z معناها اذا كانت الكلمة او المتحول اللي جاي بعد هاد الoperator موجود وفي الو قيمة اذا كان ماله موجود يعني رح تكون قيمة صفر فاللي كتبته انا بهاد استطر معناه اذا كان selected موجود لاني انا اعلم انه عكس لقيمة الز اللي هي الزيرو اذا كان المتحول موجود قوم بالمهام اللي بعدها او بالكومنت اللي بعدها اما اذا كان ماله موجود فهو رح يطلع بشكل مباشر من وما رح يعمل اي شي هاد نفس ما اني كون حطيت النجمة القوس فبهاد الشكل عندي السكريبت جاهزة وصار ممكن اني اختبرها قبل ما اختبرها طبعا لازم اني اعملها اكسكيوتبل انا ما رح اطلع منها وحكيت بالبداية اني ما رح استخدم هاي الكومنت لاني باعتبار عمال يسجل الفيديو اذا قلت له رح يعمل اعادة تشغيل فبس رح استبدل هاي الكومنت بكومنت تانية رح نقل لحتي يطلع في عندي notification ورح نقل suspend وبالنسبة ل رستار بدل رستار رح نقل رح نقل رستار وبالنسبة ل شوت داون بدل شوت داون رح نقل نقل نو send ورح نقل شوت داون طيب رح نحفظها وخليني افتح تيرمينال جنبها هلا بهاي التيرمينال متل ما حكيت اول شي لازم اني اعمل شمود بلاس اكس للشوت داون هلا لحتى نفذها مباشرة من التيرمينال انا موجود على اكس انا موجود على اكس اليفن ولا على ويلاند تبولي بقسم التعليقات لنشوف اذا رح يشتغل ولا لا فرح نقل نقطة سلاش والشوت داون شو طلع عندي طلع عندي الدي مينيو شو معناها معناها انا موجود على اكس اليفن ولكن هل ال options شغال هل ال script شغال رح نروح مع الخيار الاول اللي هو ال suspend لنشوف رح يعطيني notification ولا لا شوفهم باسفل الشاشة طلع عندي notify notification اللي هي ال suspend فمعناها ال script اشتغلت بشكل صح خلينا نجربها مرة تانية مع option التاني فانا رجعت لنفس ال script وبدل ال suspend رح روح لل restart طبعا انا اتحركت بالاسهم ممكن اني اتحرك باختصارات ال emax او ممكن اني اكتب بس هلأ انا مع restart رح يشتغل كمان باسفل الشاشة ال notification طلعت عندي restart هلأ بهذا الشكل عرفت انه ال script اللي عندي شغال على x11 ولكن هل رح تشتغل على ويلاند خلينا نعمل log out وندخل ال window manager اللي موجود على ويلاند طيب هلأ انا صرت موجود على ويلاند ولكن هل عمالي استخدم sway ولا hyperland ولا river مو هاد نوضوع الفيديو خلي مستيريوس بس بدي شوف هل ال script لساها شغالي ولا لا اول شي خليني اسبت لكم انه ما غيرت اي شي بمحتوى اللي script لساها على وضعها ولسا موجود في عندي options اللي ثلاثة وال notify send فهلأ خلينا نشوفها هل رح تشتغل ولا لا فرح نقل نقطة slash shut down رح شوف انه طلع في عندي الفزل مع options اللي ثلاثة هل comments لساها شغالي ولا لا فأول خيار مخير محدد اللي هو ال-suspend رح نضغط على enter ومتل ما اللي شايف طلع في عندي notification بيمين وأعلى الشاشة اللي موجود في ال-suspend فهذا الكلام معنا انه ال-script اشتغلت على x11 واشتغلت على ويلند هل كتبت two scripts لا كتبت واحدة بس بس ال-if case ال-if condition اشتغلت وال-case statement كمان اشتغلت وهذا الكلام كمان معناه انه ال-environment variable اللي هو ال-xdg session type فعلا عماله يشتغل بشكل صح لحتى يحدد شو هو ال-display server اللي أنا موجود عليه اللي يضل عندي اني اعمل لها ال-key binding على ال-window manager اللي عمالي استخدمه بهذا الشكل منشوف كيف ممكن اني استخدم ال-d-menu لحتى تقوم بكل الوصائف اللي بدي إياها بدل ما اني استخدم الكيبورد بدل ما اني استخدم الماوس بدل ما اني روح لقائمة ابدأ طبعا ما في عنا قائمة ابدأ بس يعني هاي الفكرة اني استخدم الكيبورد بأكبر قدر ممكن وبأمان الله اشتركوا في القناة